السلام عليكم ورحمة الله اليوم ان شاء الله هنتكلم عن التيلومير واهمته او دوله في الشيخوخة طيب التيلومير هو عبارة عن منطقة متكررة او جزء متكرر على نهاية الكروموزوم اللي هو جزء متكرر من النيكليوتايت سيكوانسيز ات ذا اندي اوف اكروموزوم طيب التيلوميرز اهمته بتكمن في انه هو بيحملي نهاية الكروموزوم من انه ما احصل اي التصاق او تشابك بين النهايات مع بعضها البعض لانه النهاية بتاعة الكروموزوم هي عبارة عن يعني نهايات قابلة للالتصاق فبالتالي التيلومير بيحمل ليا بيكون زي القطاء او الكاب بيكون موجودة على رأس او على نهاية الكروموزوم طيب الكروموزوم طبعا اللي هو موجود ليا داخل النيوكليوس تبع الخلية طبعا الكروموزوم هو عبارة عن سيكوونز او هو مكولية من الدي ان اي وبروتين طيب الدي ان اي طبعا حامل ليا الصفات الوراثية او حامل ليا 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 الجينات ومن هنا بتحصل ليا طبعا العملية بتاعة الريبليكيشن اتكلمنا عنها بالتفصيل في محاضرة قديمة ممكن ان ازل لكم ان شاء الله الرابط بتاع المحاضرة في صندوق الوصف تمام طيب زي ما قلنا انه التيلومير هو بيكون عبارة عن سيكوونز متكرر من النيوكليطايت يعني مثلا نلقى انه عندنا جي 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 اللي هو القوانين تمام يكون ليا متكررين مع بعض بعديهم تي تي خلاص اي نلقى جي 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 وهكذا طيب هنا ليه التكرار دا يعني بيكون الاهمية بتاعته فاشنو فانه هنا عشان ما يحصل ليا ريبليكيشن فهنا الهدف اصلا انه ما يحصل ليا على نهاية الكروموزوم ما يحصل ليا ريبليكيشن فقط زي ما قلنا هو حماية لشنو لنهاية الكروموزوم تمام طيب وفي كل مرة بيحصل ليا فيها السيل ديفايت يعني في كل مرة بيحصل فيها انقسام لالخلية التيلومير بيحصل لياه يعني الحجم بتاعه او الطول بتاعه بينقص طيب بيحصل سلايدلي شورتر يعني كل ما الخلية تنقسن الطول بتاع التيلومير بينقص بيكون ماشي متناقص ماشي متناقص لغاية ما بيصلية لمرحلة انه خلاص هنا بكون اصلا الطول بتاعه السلية يعني حجم او السلية طول معين بعديها على طول الخلية حتبطل انه يحصل لياها ديفايت فبالتالي حتقدي لشنو لي موت الخلية كمان اهمية للتيلومير انه بدون التيلومير حنفقت الديان اي في كل انقسام بيحدث لياه للخلية لانه زي ما قلنا انه مع كل انقسام بيحصل ليا قط او يعني بتحصل ليا ازالة لجزء من التيلومير فالتيلومير هنا هو يتحمل انه يحصل له لص او يحصل له فقدان او يقل الطول بتاعه لانه اذا حصل ليا اي دامج لديان اي اللي موجود على الكروموزوم او المكون لدي الكروموزوم فبالتالي احنا حنفقت او حيقدي لانه يحصل لص او انتاير جينز يعني حنفقت الجينات الداخلية فبالتالي اكيد حتتخربط او تحصل ليا لخبطة في كل الجيناتك كوتس اللي موجودة ليا على الديان اي طيب لما تيلومير يبقى يعني تو شورت خلاص يبقى قصير جدا فقد يعني اغلب الطول او كل الطول بتاعه خلاص هنا الكروموزوم بنعتبره انه سلية لحاجة اسمها الكريتيكال لينثي يعني بعض الطول ده خلاص هو تاني ما هيقدر يحصل اي ريبليكيشن لدي اي وما حتكون في انقسام للخلية فبالتالي حيقدي لانه يحصل ليا يعني حتموت الخلية وحتعجز الخلية فهنا بتحصل ليا الشيخوخة لالانسان اللي هي كمان بتأدي للموت اللي هو بكون بصورة طبيعية طيب في بعض الخلايا طبعا عندنا زي الكنسر سيل تمام الكنسر سيل معتمدة علي حاجة اسمها التيلوميريز اللي هو انظايم بضيف ليا السيكوانس اللي هي اللي بتكون مفقودة او بيشتغل كار ان اي تيمبلت بالنسبة لشنو بالنسبة ليه النهايات بتاعة التيلومير عشان ما تكون او عشان ما تكمل السيكوانس بتاع الاندو كروموزوم فعشان كده منلقاها انه دائما الكنسر سيل هي بتتكاثر يعني يعني العدد بتاع التكاثر بتاع والربليكيشن بتاعها بيكون يعني بتفضل هي على طول كده هي بتتكاثر طبعا لانه هي دي حاجة ابنورمال لانه زي ما قلنا انه الحاجة الطبيعية انه السيل بتصل لمرحلة معينة بيوقف النمو بتاعه نتيجة لقصر في التيلومير وبالتالي حيؤدي مفروض للعجزة الطبيعية والشيخوخة الطبيعية واللي منها بيحصل شنو بيحصل الموت للانسان تمام